بس أنا يعني عندي شوية حاجات الرقم سبعة دكتور نعم الرقم سبعة السبع المثاني والسموات السبعة والأرض السبعة ويعني دلالة الرقم سبعة في القرآن الكريم نعم ايه الرقم سبعة الله تبارك وتعالى عندما خلق الكون أنا سأخذك لبداية القسم آه ماشي وحدة البناء الأساسية في الكون هي ماذا الزرة ماشي الزرة هي أصغر وحدة بناء للكون كل زرة الزرة هنا الخلية لا الخلية تتألف من مليارات الزرة الزرة أما الزرة هي أصغر عنصر يعني لدينا ذرة الهيدروجين مفهوم ذرة الحديد ذرة كذا لقد كلم صورة الحديد برضو متكلم عليه نعم نعم إن شاء الله هذه الزرة كل الكون هو ذرات وكل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات هذا أول حقيقة الزرة الزرة سبع طبقات حتى ذرة الهيدروجين التي فيها إلكترون واحد فقط يعني طبقة واحدة إذا أراد أن يغادر هذا الإلكترون إذا تم تهييج أو إثارة هذه الزرة فإنه يمر عبر سبع طبقات ثم يغادر لا يغادر هكذا وعندما أنزل القرآن هذا الخالق العظيم أراد أن يضع لك دليلا أن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن فجعل أول سورة فيه سبع آيات هي السبع المثاني الفاتحة وجعل عدد السماوات سبعة وطبقات الأرض سبعة وقال ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات نعم في ستة أيام ستة أيام ثم استوى على العرش نعم إذن أيام الأسبوع سبعة العلامات الموسيقية سبعة ألوان الطيف الضوئي سبعة بالمناسبة كلمة ألوان ذكرت سبع مرات في القرآن بعدد ألوان الطيف الضوئي سبحانه أول رقم ذكر في القرآن ما هو بين جميع الأرقام أول رقم ذكر في القرآن هو الرقم سبعة في سورة البقرة الآية 29 ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبعة سماوات وهو بكل شيء علي وذكر بعد ماذا ذكر بعد 28 آية من سورة البقرة يعني سبعة في أربعة عدد حروف اللغة العربية سبعة في أربعة 28 هي حروف القرآن فلو نظرت إلى تركيبة القرآن تجد أن هذا الكتاب يقوم أساسا على الرقم سبعة وأرقام أخرى طبعا كلها مثل توقيع إلهي أن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى حتى سورة الفاتحة ما الدليل أن الله هو الذي أنزلها ليس إله آخر أو بشر كتبها أنك إذا قمت بعد حروف الألف واللام والهاء تجد مجموعها في سورة الفاتحة الألف 22 مرة والميم والهاء خمسة تسعة وأربعين سبعة في سبعة حروف ألف لام لا هاء هي ماذا؟ حروف الله إذن وضع لك توقيع إلهي بالرقم سبعة أن هذا القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى